السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة قصة اليوم من بيل القصة اللي اترات فيها بزاف صراحة اني كنت صغيرة وماشي غير انا كنضن حتى انتوما كنت فيما كان شوف شي فيلم ديال رعب ولا شي جاري ما تقاتل في شي فيلم كان قول غير هاد شي من وحي الخيال وكتكن بقى نفكر كيفاش هاد الناس كيطحي عليهم بحل هاد الاحداث فراسهم ولكن من اللي كبرنا عرفنا بزاف ديال الحاجات واكتشفنا ان هادوك الافلام ديال الرعب وديال الجرائم هي احداث واقعية وقعات في الواقع والاشخاص اللي ارتكبوها اشخاص حقيقيين امرات كتيرة كتكنت دوافعوا الاسباب تافهة وغريبة بحل السبب ديال هاد القصة ديال اليوم قصة اليوم هي عن جريمة قتل قتل واحد العائلة امريكية قتل الام وجوج ديال لبنات وقبل ما نبدأ هاد القصة ما تنساش تدير اعجاب لهذا الفيديو ما تنساش تسجل في القناة وتفعل جرس باش يوصلك كل جديد وعلى بركة الله نبدأ القصة اليوم احداث هاد القصة كتدور حول واحد العائلة امريكية كتتعرف بواتس فاميلي او عائلة واتس العائلة كانت مكونة من اربعة ديال الافراد الاب كريستوفر او كريس باختصار واللي تولد سنة 1985 في ولاية كارولينا الشمالية ومرات اوشانان عندها 34 سنة وعندهم جوج ديال البنيات كانت بيلا ربعة سنوات وسيلست عندها ثلاثة ديال السنوات كريس اوشانان تعرفوا على بعضهم في 2010 مواقع التواصل الاجتماعي والطورات العلاقة بيناتهم وقروا بشير تابطوا رسمياً وتم الزواج ديالهم في سنة 2012 وفي 2013 ولدت شانان الطفلة ديالها الاولى بيلا ومن بعد زادت الطفلة ديالها الثانية سيلست في عام 2015 كريس وشانان كانوا من تنائيات المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم ان شانان كانت ناشيطة في المجال وكانت اي حاجة كتحطها في الفيسبوك في الانستغرام وكذلك كانت عندهم قناة على اليوتيوب كانت كتحط كل وكتوتق الحياة ديالهم اليومية بشكل يومي كان عزيز عليها تشارك اي لحظة اي حادث مع الناس على الفيسبوك مع وليداتها ومع رجلها وكذلك في العمل ديالها واستطعت تنائي باش يكون واحد العائلة متكاملة وسعيدة بمعنى الكلمة كريس كانت يخدم في واحد الشركة ديال انتج البترول وشانان كانت كتخدم في واحد الشركة ديال الماركوتينج كانت كتبيع هدوك اللي بخودوي ديال المكملات الغذائية وكانت كتخدم من دارها خدمتها كلها كانت بالانترنت داك الشي علاش كان عندها دائما الوقت باش كتصور وكتحط الحياة ديالها اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي عائلة تواطس كانوا عندهم كما قلت لكم في الاول جوج ديال البنيات وكانت شانان حاملة للمرة الثالثة وكانوا فرحانين وكانوا كيتمنوا يتزاد عندهم وليد وطبيعة الحال شانان وطقات هدو الحادث ودات فيديو كتفاجأ بي رجلها بانها حاملة للمرة الثالثة وحطته على الفيسبوك وانها تسافر وانها تسافر وانها تسافر تمشي الدووز العطلة عند عائلتها وغادي تقلس وتمشي الاسطابع وكان هاد الشي تقريبا في الخرد ديال اليونيو ويوليوس في الفين وثمانتاش ومن هنا بدت المشاكل ما بين شانان و كريس شانان بدت كتلاحظ بان رجلها بدك يتبدل وبدك يتصرف بغرابة ومدي رجعت شانان من العطلة ديالها ووجهت كريس قلت لي علش تبدلتي علش والتي كتتهرب ما كتتصلش بينا ما كتهضرش مع ابناتك اللي كانت حماق عليهم وكيعشقهم ما بقاش كيتصل بيهم يوميا فبدت المشادات بيناتهم وبدت الشك كيدخل القلب ديال شانان ولكن كريس طبيع تلحال نذكر نذكر وقال لي بقات يقول لها غير الخدمة وغير المشاغل وهادي وهادي المهم بدت المشاكل كتدخل لحياتهم ونهار عشر اغشت الفين وثمنتاش كانت شانان مضطرة باش تمشي في رحلة عمل وكانت غادي تقلس كلت ايام في هديك الخدمة خلت شانان بناتها مع الاب ديالهم ولكن كريس ما قلش مع ابناتهم جاب ليهم واحد المربية اللي قلست معاهم وهو كان دائما كيتغيب على الدار ما كيجيش بكري وهد شي زاد الشك ديال شانان ونهار تلتاش غشت الفين وثمنتاش رجعت شانان من الصافر وصلتها صاحبتها لكل اسم ديالها نيكول وصلتها مع الجوج ديال الصباح وبقات واقفة نيكول في الباب حتى تتأكدت بان شانان دخلت لدارها وفي الصباح كتتصل بها نيكول ولكن شانان ما كتجاوبش على التليفون تليفون ديالها طافي وما دخلتش على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي نشيطة فيها وكل نهار كتحط البوستات ديالها ستة سبعة ديال البوستات كتحط في النهار ديالها وديال عائلتها والاهم من هذا كله كان عند شانان موعد مع الطبيب مع العشرات الصباح بالخصوص ديال الحمل ديالها لان الطفل اللي كان في كرشها كان كيعاني من مشاكل في القلب فهي كان ديما متبعة باش تشوف الحمل ديالها واش غادي هو هادك وهادشي خلص صاحبتها تشك وتشعر بالقلق بان شانان واقع لها شي حاجة وهي تجي للدار جات كتصوني ما كيجاوب هاتشي واحد كتطل من الجاج ديال الدار ما كتلقاش ما بينتش لالة صاحبتها لابناتها ولكن بينتليها طموبيل ديال صاحبتها كي نقدم الباب وبالليها كذلك واحد الصبات كتلبسه شانان ديما كين محطوط كتعيت في التليفون التليفون طافي وهي تعيت الكريس راجل شانان قتليها راني جيت للدار شانان ما كيناش كنعيت عليها ما كتجاوبش قال لها وقيلها خارج را قتليها قال لما تتقلقي غير سيري را قتليها غدي تخرج لبنات قتلي مايمكنش كيفاش غتخرج لبنات وطموبيلتها محطوطة قدمت دار قال لها كورا اخذت طاكسي وهي عارفة صاحبتها مايمكنش تاخد طاكسي ومعها جوج بنات ضروري كتمشي في الطموبيلة ديالها المهم نيكول مقتنعتش بانها تمشي وما تعرفش عشان واقع صاحبتها وهي تعيت اللي امرجنسي قول 9-1-1 اللي هموا اللي بوليس اشتركوا في القناة ومليت تصلت شانال بالشرطة جاءوا بطبيعة الحال وبدأت هما كيدقوا في الباب ميتحد ما حليهم وهم يتصلوا بكريس باش يعطيهم الكود باش كيتحل الباب لان الباب كيتحل بواحد الكود هو يقول لهم حكرا هو خاسر انا جاي بقاتليه واحد اربع ساعة ونوصل بقوا كيتسنوا فيه هذي كربع ساعة من يجا حليهم الدار دخلو ملي يدخلو كيلقوا جميع الحويج ديال شانان كينين كينساكها تليفونها الخاتم ديالها ديال السواج دوى ديالها دوى ديال بنتها يعني حتى حاجة ما ناقصة في الدار يعني استغربوا ما يمكنش هادسي اذا تخرج من الدار هي والبنات وما تهز تشي حاجة من هادشي على الاقل سوى مشات في طوى موبيلتها ولا في تاكسي غادي تهز ساكا غادي تهز دوى ديالها وغادي تهز تليفونها المهم قلبو الدار كاملة كل شي يلقاوه بلاستو حاجة واحدة اللي يلقاوها ناقصة هو الغطاء ديال السرير ديال نموسية هو اللي يلقاوه ناقص وبدأت رحلة البحث على شانان وبناتها ولكن كالمشتبه الاول هو رجلها لان الشرطة كتشوف كل شي كين في الدار وصيدة ما كيناشية وبناتها وكذلك كريس فاش دخلوا للدار الشرطة كانت حطا عينيها عليه بل لهم هادئ ومعليش حالة الصدمة فهذا خلاهم يشكو فيه كريس تهوى كانت يقلب على مرتو وعلى بناتو وخرج في مجموعة من البرامج التلفازية كيتلب من الناس باش يعاونوه يلقا مرتو وبناتو وكيتلب من مرتو كيقولها إليك انتي كتشوفيني حاولي ترجعي ونبدأ وصفحة جديدة وقلب تلفازة بأنه راكان تخاصم معاها ذاك شي علاش هو كيشك بأنه هذت لبنات وخرجات من الدار غير رجعي ونحلو المشاكل دينا مهم الشورطة كيف ما قلت لكم شكات في كريس بالدرجة الأولى وبقعت كتحقق معه حقه معهم زيان على يعني ذاك النهار أشنو دار فيه قال لي هم هو بأنها جتهي مع الجوج ديال الصباح هو كان خاصه فاق مع ربعات الصباح لأن الخمسة كيمشي الخدمة دياله ولكن الشورطة ما صدقاتش كريس وخصوصا من بعد واحد ججار ديال كريس كان استدعى الشورطة وقال لي هم أجي ويشوفوا الكاميرا دياله قال لي الكاميرا دياله كتشد الدار ديال كريس وشافوا بأن مع الخمسة الصباح كريس جرت طم مبيلة دياله جابها إحدى الغاراج وحط فيها شي حويج ومشى وبقوا كي يشوفوا في ديك الكاميرا وشافوا بأن شانان وبناتها ما خرجوش من الدار نهائيا هذا النهار كامل حتجوا البوليس يعني المشتبه الأول فيه هو كريس وبالتالي الشورطة لقات عليه القبض وداروا لي الاختبار ديال جهاز كشف الكادب اللي بطبيعة الحال فشل في الاجتياز دياله وعرفوه الشورطة بأنه كيكذب وبدو كيسولوه علش قتلتي مراتك وعلش قتلتي بناتك المهم من بعد هاتشي كامل كريس قال لي هم أنا ما غاديش نهضر بغيت نشوف الأب ديالي حت غادي نهضر المهم جا الأب دياله دخل عند كريس بقا كيهضر معاه سولو الأب دياله وقال لي واش انت اللي قتلتي قال لي ايه أنا اللي قتلت شانان عتعرف بأنه قتل مرضو طبيعة الحال البوليس كانوا ديرين تسجيلات صوتية كيسمعوا المحادثة اللي دارت ما بين كريس والأب دياله من لي خرج الأب ديال كريس دخلوا البوليس عنده وقالوا لي راح نسمعنا كل شي وانت عتعرفتي بأنك قتلتي شانان علش قتلتيها قال لي هم قتلتها حيتي هي قتلت لي ابناتي خنقاتهم وقتلاتهم دكشي علش قتلتها ولكن البوليس ما تصدقوش هاد القصة دياله وبقاوك يحقوا معاه وبقاوك يضغطوا عليه واتفقوا معاه البوليس ومع المحاميين دياله وقالوا لي إيه لقلتي لنا الصراحة أشنو قاعدك النهار راه ما غديش نحكمه عليك بالإعدام وهاد الشي اللي خلى كريس يعترف بأنه قتل شانان وقتل حتى بناتو كريس كيقول تخاصم مع شانان مع ربعة الصباح حيت قال ليها أنه بغى ينفاصل عليها وأنه كيخونها وعنده علاقة عاطفية مع واحد ساميلة دياله في العامل هاد الشي خلى شانان تغضب وتبدأ تغوت وقالت لي بأنها غدي تخرج من الدار وغدي تدي بناتها وما غديش يبقى يشوفهم نهائيا فهديك اللحظة هو تعصب وخنق شانان وكيقول بأن الأصوات ديالهم فيقات البنت الكبيرة من نعاس بنتهم بيلا وجات عندهم الغرفة كتسول بها أشنو واقع وكتشوف ماماها ميتة وكيقول لها كريس ما كين تشي حاجة وهو كيلوي شانان في ذاك الغيطاء ديال النموسية اللي لقاوه ناقص في الدار ومن بعد هبطها للطموبيل وهز الدريات حتهم مدنهم في الطموبيل ومشا فين غدي يمشي غدي يمشي لبلاصة فين خدام فين كين هذوك الآبار ديال النفط تم حفر في الأرض ودفن شانان وهز البنات قتل بنته الصغيرة هي اللي ولا سيليست واختها كتشوف فيها وكانت كتسول وكتقول ليه واشتا أنا غدي تدير ليه في حال هكا كتقول ليه ما تديرش ليه ما تقتنيش ورغم ذلك ما سمعش ليها واخنق هتا هي وقتلها وهز البنات بجوج ومشا لهادوك الآبار ديال النفط كيني نجوج لح وحدة في واحد ولح تانية في البير التاني ورجع لدارو بحل ما دار حتا شي حاجة ومن المشي والشرطة المكان اللي قال ليهم فعلا كيلقاوا الجوتة ديال شانان وكيلقاوا ذاك الغيطاء اللي كان ناقص ديال النموسية حتى هو كيلقاوه وكيقلبوا في الآبار وكيلقاو لبنات تهمهم ليو حين تم بالنسبة لشانان بما أنه حفر لها فلقاوها بسرعة جبدوها بسرعة ولكن اللبنات كان صعيب بالسف باش يجبدوهم من هدك الآبار ديال النفط كريس تحكم عليه بالمؤبد مع عدم إمكانية حصوله على الصراح المشروط الصراح المشروط كين هنا كين في أمريكا كين في كندا معرفتش الدول اللي أخرين واش فيهم يعني واحد وخط يكون دير جريمة مني كيتشد كيدوز مثلا واحد خمسة وعشرين عام من السيجن دياله إلا كان عنده واحد السيرم زيانة وما ديرش الصداع كي من بعد ما يكمل خمسة وعشرين عام يمكن ليه يطلب هدك الصراح المشروط وكيقبلوه ليه وكيخرج ولكن بالنسبة لكريس قال ليك ما عندوش الحق أنه يطلب هد الصراح المشروط ومشي غير ما عندوش الحق صراحة خصو الإعدام لأن اللي كيدير بحل هد الجريمة اللي ما كيصدقهاش العقل خصو الإعدام هد الجريمة من أكتر جرائم ليهزات الشارع الأمريكي هد الجريمة من أكتر الجرائم اللي التروفية اللي قصوتها والوحشية ديالها كيفاش أب يقتل مرته ويقتل بناته بقين صغار علاش حيث هو بغي يعيش حياته مع واحدة أخرى وهكذا تسالات الحياة المثالية ديال الزوجين السعيدين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن هنا غادي ناخده واحد العبرة ماشي أي حاجة كتتحط في السوشيال ميديا لها حقيقية هد القصة كيجيع ليها اسم وهم الحياة المثالية على السوشيال ميديا وبحكم أننا كنعيش هد الوهم في حياتنا اليومية واللي مؤثر بزاف ديال الناس واللي هدم أوصر كتيرا فشاركت معاكم هد القصة باش تعرفوا أنه ماشي أي حاجة كتتحط في الفيسبوك ولا في الانستغرام راها حقيقية في السوشيال ميديا راكين بزاف ديال الخداع وديال الزواق كيف مما كان قولو وإلى هنا كتنتهي القصة ديالنا إلا كيعجبكم هد النوع من القصة لا تنساوش كترو اللايكات لا تنساوش تسجلوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكذلك تجعوني بتعليقاتكم المحفزة باش نعطيكم كتر وكتر دمتم في رعاية الله إلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته